الجزئية الثالثة كابتنى احمد انت عندك بيتج باسمك احد الاشخاص هو من الصحفي بيرفع اخبار عليها اخبار كلها مغلوطة واخبار كلها غير صحيحة والاخبار كلها بتمث لعيب النادي الاهلي لو البيتج مش باسمك قول مش بتاعتي لو البيتج باسمك لا يجوز ان يكون فيه اخبار كتيرة بتنزل على الصفحة باسمك اخبار كلها غير صحيحة واخبار كاذبة والشخص اللي بيرفع هذي الاخبار ليس صحفي ده جزئية تانية كمان دي جزئية مهنية ليها حساب تاني لكن كل الاخبار غلط اخر خبر خبر وليد سليمان ان من ضمن اللعيبة اللي الجهاز الفني او النادي الاهلي يستغنى عنها والمسلم اللي جاي يعني غير صحيح وبيعمل بلبلة واصارة غير طبيعية والبيتج باسم كابتنى احمد حسن وانا بوجه له الرسالة اسم كبير المفروض وكابتن منتخب مصر مثل هذه التصرفات ومثل هذه الاخبار المفروض بتعيب الشخص اللي بيحمل اسم هذه الصفحة فبالتالي هذه الاخبار الصحيحة لا تجوز وفكرة ان اندخل الاهل بجملة مفيدة في موضوع او اتنين او تالت لا عندها تانية او مصرين في عندها تانية لما بيقولوا الكلام ده عندهم هدف شخصية واحد يتوقف عشان قال تصريح غلط فلازم يتوقف لاعب تعدى على حكم ومحدش اتكلم وقتها والعقوبة اتأخرت اكتر من اربع خمس ايام ومحدش اتكلم ولا فتح بقه ومع ذلك محدش قال ساعتها عندها صغيرة ولا عندها غلابة وده اتعاقب له وما اتعاقبش ليه حتى اعلام الاقل ما بتكلمش في الجزئيات دي ولا بتكلم فيها لان ده خلاص امر خاص بنادي معين لو فيه اعلاميين بيطلعوا يقولوا الكلام ده فيه ناس عقلاء المفروض ما تركبش الترند وتمشي في نفس الاطار يا كابتن احمد اكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع لان بجد الفترة اللي جاية مش كل ما يكون فيه ازمة الناس عايزة تركب الترند وتطلع كل شوية تقول في موضوعات وتتكلم في كلام لا يصح لان لا يصح الا الصحيح